موسيقى النشرة الرئيسة من الاقتصادية الاولى الى العنوين مجمع سونالغاز يوقع على عقود مع عشر شركات وطنية واجنابية لانجاز محطات الطاقة الشمسية بقدرة 3000 ميجاوات موسيقى سلطة الضبط السمع البصري تحذر القنوات التلفزيونية من اطالة فترة الوماضات الاشهارية موسيقى توقعات بحجز استثمارات بقيمة 8900 مليار دولار للاستجابة للطلب العالمية المتزايد على الغاز حتى سنة 2050 موسيقى اهلا بكم مجددا وقع مجمع سونالغاز اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على عقود مع الشركة الوطنية والاجنبية الفائزة بالمناقصة الوطنية والدولية الخاصة بانجاز 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية والكهرذوئية التي اطلقهما المجمع خلال السنة الماضية توفيق زعروري والتفاصيل بعد اعداد دفاتر الشروط واطلاق المناقصات الخاصة بانجاز مشروعي 2000 ميجاوات وال1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية والكهرذوئية تواجت سونالغاز الفائزين بهذه المناقصة التاريخية بتوقيعها للعقود ليدخل هذا التحدي مرحلته النهائية ألا وهي الانطلاق في الأشغال نجاز مشروعي محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات وصلار 1000 ميجاوات الذي يشكل خطوة كبيرة في بناء مستقبل مشرف نحو تطوير الطاقات المستدامة والصديقة للبيئة في بلادنا بتوقيع عقود إنشاء محطات الطاقة الشمسية الكهرذوئية سنخطو اليوم خطوة حاسمة ونحقق أول مرحلة لتجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر والذي يتمثل في إنجاز 15 ألف ميجاوات من الطاقات الشمسية الكهرذوئية في أفاق 2035 وعلى هذا الأساس اعتمدت السلطات العمومية برنامجا وطنيا لتنمية الطاقات المتجددة بهدف إنتاج قدرة 15 ألف ميجاوات من الكهرباء الشمسية المتصلة بالشبكة في أفاق 2035 عشر شركات موزعة بين جزائرية وأجنبي استطاعت الظفر بهذه المناقصة لإنجاز 20 محطة للطاقة الشمسية الكهرذوئية عبر 15 ولاية لإنجاز مشروع أول بقدرة ألفين ميجاوات أما المناقصة الثانية فتتعلق بمشروع ألف ميجاوات المكون من خمس محطات إتماما لهذا المصار نقوم اليوم بإمضاء العقود المتعلقة بإنجاز المسروعين مع عشر شركات أو تجمع شركات حاضرة بيننا من بينها شركتين جزائريتين وثلاثة شركات جزائرية أخرى في تجمع مع شركات أجنبية وذلك لإنجاز 20 محطة للطاقة الشمسية الكهرذوئية بسعة إجمالية قدرها 3000 ميجاوات وتتعلقت هذه الصفقة بالتصميم والهندسة وأعمال الهندسة المدنية والتوريد والنقل والتجميع والتدريب والاختبار ووضع المحطات حيث الخدمة بما في ذلك أشغال توصيلها بشبكة نقل الكهرباء الشطر الأول من إنجاز مشروع 15 ألف ميجاوات بدأ يتجسد على أرض الواقع فالفرصة مواتية للشركات الوطنية الخاصة والعمومية لمواكبة عجلة تنمية قطاع الطاقات المتجددة سواء في مجال الإنجاز أو تصنيع المعدات وكذا الخدمات والمساهمة في التحول الطاقوي الذي يعد أحد أولويات الدولة أكد منتدى الدول المصدرة للغاز أن صناعة الغاز تتطلب استثمارات كبيرة بنحو 8900 مليار دولار لتلبية الطلب الذي سيكون قويا خاصة في الأسواق الاسيوية بحلول سنة 2050 وأشار إلى الدور الهام والحيوي للغاز الطبيعي في التحول الطاقوي كمورد يدعم الطاقات المتجددة تفاصيل أكثر في تقرير منالزواوي نشر المنتدى الدولي للدول المصدرة للغاز تقريره الثانوي الثامن الذي تضمن التوقعات العالمية للدول المصدرة للغاز بحلول سنة 2050 من خلال تسليط الضوء على الدور الهام والحيوي للغاز الطبيعي كشريك حاسم في تسهيل تحولات تقوية عادلة منتظمة ومستدمة وتوقع المنتدى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز من 4015 مليار متر مكعب عام 2022 إلى 5360 مليار متر مكعب في عام 2050 بزيادة قدرها 34% لتنتقل مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي من 23% حاليا إلى 26% بحلول عام 2050 ويكمن التوسع في زيادة الطلب أساسا على الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث بات يشكل 37% من إجمالي النمو بسبب سياسة الكهرباء المتسارحة والتي تهدف إلى تقليل القدرة على إنتاج الكهرباء باستخدام الفحمة كما جاءت توقعات تقرير المنتدى حول الاستثمار الإجمالي المطلوب لتلبية الطلب العالمي على الغاز بحلول عام 2050 بتقدير حجم استثمارات بلغ 8900 مليار دولار في مجال الاستكشاف والتطوير منها 1100 مليار دولار في إفريقيا وحدها لتحقيق أهداف النمو الكبير لاقتصاد القارة حذرت السلطة الوطنية المستقلة للضبط السماعي البصري القنوات التلفزيونية من إطالة الفواصل الإشهارية حيث سجلت السلطة وخلال مراقبتها للشبكات البرامجية لوسائل الإعلام السماعي البصرية طيلة الأيام الثلاثة لشهر رمضان تمادي بعض القنوات التلفزيونية في إطالة مدة الفواصل الإشهارية حسب ما جاء في بيان للسلطة وأضف ذات البيان أن التمادي في إطالة الفواصل الإشهارية يعتبر إذرارا بمصلحة المشاهد وتجاوزا للوقت المخصص لبد الرسائل الإشهارية ونوهت بموجة باحترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السماعي البصري كما دعت جميع وثائل الإعلام السماعي البصرية إلى ضرورة الالتزام بسائر القواعد القانونية واحترام المشاهد وخصوصية العائلات إلى خبر آخر حيث أكد الأمين العام لمجلس الوطني للتأمينات عبد الحكيم بن بو عبد الله أن قانون التأمينات الجديد الموجود حاليا قيد السياغة النهائية من شأنه المساهمة في تنويع أنظمة التأمينات ومنتجاتها مع التركيز على الشمول المالي لا سيما من خلال سيغة التأمين التكاملي إضافة إلى تسيير المخاطر الجديدة مع إلاء مكانة خاصة للرقمنة لنتابع التقرير التالي أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لتأمينات بن بو عبد الله في تصريح إعلامي أن القانون الجديد هدفه تنويع المنتجات والأنظمة التأمينية مع التركيز على الشمول المالي والتأمين التكفلي والتسيير الاستشرفي للمخاطر المستجدة وأضاف أنه في إطار الاستراتيجية الجديدة نحن أمام حتمية عصرنة وتسريع تسيير سوق التأمين لا سيما بفضل الرقمنة من أجل السماح للفاعلين بالحصول على البيانات الناجعة التي تشكل أدوات حقيقية لاتخاذ القرار وأوضح بن بو عبد الله أن النص الجديد الذي يسمح بالحصول على إطار تشريعي وحيد بدل النصوص الأربعة السارية المفعول حاليا يمكن أيضا من تحيين التشريع الحالي مع ترقية حوكمة القطاع خصوصا من خلال تعزيز الضبط والتأسيس القانوني للتأمين التكفلي وكذا تكيف السوق مع التطورات التي تشهدها التأمنات وفق توضيحات مسؤول المجلس الذي يعد هيئة استشارية لدى السلطات العمومية في قطاع التأمنات وافقت اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي إيكات على رفع حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء للسنة الجارية إلى 2046 طنا جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية الثانية للجنة الدولية المنعقدة بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة المدير الفرعي للصيد الكبير والصيد المتخصص بالوزارة عمر أشلي وتم خلال الاجتماع المسادقة على مخطط الصيد الجزائري للسنة الجارية الذي تضمن رفع قدرات أسطول صيد التونة الحمراء بخمس سفن إضافية وكذل موافقة على تعديل حصة الجزائر بزيادة 23 طنا إضافية كتعويض عن السنة الماضية ليرتفع بذلك حجم الحصة الوطنية لهذه السنة إلى 2046 طنا وقعت الجزائر اليوم مع مؤسسات ميد أورا لإيطالية المتخصصة في التعاون الدولي مع الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط والتابعة للمجموعة الصناعية العالمية ليوناردو على خطاب نوايا للتعاون في مجالات التقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني أيضا وجرت مراسم التوقيع بمقر مؤسسة ميد أور بحضور سفير الجزائر بإيطاليا عبد الحكيم طوهرية كممثل عن الجانب الجزائري ورئيس المؤسسة وزير الداخلية الإيطالية الأسبق دومينكو ماراكو مينيتي كممثل للطرف الإيطالي نهاية النشر وهذا تذكير بأبرز العناوين مجمع سونالغاز يوقع على عقود مع عشر شركات وطنية وأجنبية لإنجاز محطات التاقة الشمسية بقدرة 3000 ميجاوات سلطة ضبط السمع البصري تحذر القنوات التلفزيونية من إيطالة فترة ومضاة الإشهارية موسيقى توقعات بحجد استثمارات بقيمة 8900 مليار دولار لاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الغاز حتى سنة 2050 كانت معكم ما نرحط في تقديم النشرة بقية صهرة ممتعة في أمان الله موسيقى 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 موسيقى